حسنا لنذهب كل الفيديوهات الجديدة من غريتها خير خلنا نبدأ ونشوف مصفات ريلمي 13 5G نبدأ مع بعض باستعراض محتوى السندوق الجهاز طبعا عندنا الجهاز كتابات التعلامات دبوس الشريحة كفر شفاف بالإضافة لشاحن بقوة 45 واط بالإضافة لكابل الشح نجيب بعد كده باستعراض المواصفات الرئاسية للجهاز الجهاز بيجيب وزن 190 جرام وسبك 7.8 ملة خامات الجهاز من البلاستيك بي الكامل الظهرة والفريم ومن الأمام عندنا شاشة IPS LCD اللي بتجيب مقاس 6.72 ملة بوصة بتردد 120 هرتز فولتش دي بلس وأبعاد 29 وكسافة بيكسلات 392 بيكسل في كل بوصة استحز على نسبة 88% من واجهة الجهاز الأمامية وبسطوع بوصل 600 شمعة بقارنة بالفاة السعرية تعتبر شاشة مناسبة جهاز بيجيب أندوريد 14 واجهة ريلمي UI 5.0 والشركة وعدت بسنتين تحديثات نظام وتلات سنين تحديثات أمنية معالج ميديا تيك بايمان ستي 6300 6 نانوميتر بتردد بوصل لتنين فاصلة 4 جهاز معالج مناسب في الفاة السعرية اللي الجهاز موجود فيها مش هتلاحز مع مشكل في الأداء تنقل الصفح بين التطبيقات وفي الألعاب هيقد بشكل مناسب الجهاز بيجيب نسختين من الرام والتخزين نسخة تمانية مع ماتمانية وعشرين ونسخة تمانية مع ماتين ستة وخمسين وإمكانية زيارة حجم الرام افتراضيا حتى 16 جيجا والجهاز بيجيب تركيب كارت زاكرة خارجي وبالمناسبة أيضا الجهاز بيجيب مقاومة المأول اقبار IP64 ودعم الشريحتين 5G بالنسبة لكاميرا الجهاز الجهاز بيجيب كاميرا خلفية بعدستين الأساسية 50 ميجابيكسل فتحة دعاسة 1.8 بتدعم تثبيت الصورة البصر الـ OIS كاميرا التانية 2 ميجابيكسل خاصة بالديبس الكاميرا بتصور فيديوهات 2K بـ 30 إطار وـ 1080 60 إطار كاميرا السيلفي 16 ميجابيكسل فتحة دعاسة 2.5 بتصور فيديوهات 1080 30 إطار الجهاز بيجيب سماعتين استيريو ودعم المنفس 3.5 ميلي الخاصة بسماعات الأزن واي فاي الإصدار الخامس بلاتوت 5.3 GBS مزدوج وللأسف الجهاز لا دعم خاصية الـ NFC بصمة الجهاز مدمغة في زرار الباور سريع ممتازة مش هتلاحظ مع مشاكل ودعم المنزل التعرف على الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية بطارية الجهاز 5000 ميلي أمبير بتنعم الشحن السريعي 45 واط سعر الجهاز بيبدأ من 200 دولار إخدنا استعراض سريعي لجهاز RILM 13 5G أتمنى في النهار بكل فيديو أعجبكم من عالك على سؤال سبقنا للتعليقات في النهار بشترعي اشترك في القناة وليك للفيديو أشوفكم على خير الفيديو الجاي سلام اشترك في القناة